السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدعو الله أن تكونوا كلكم بخير بدي أحكي لكم عن هالثلاث مكملات غذائية يلي لها علاقة بالنوم طبعا كوني بشتغل بدوام شفتات أو ورديات هذا الشي عمل لي عدم انتظام بالنوم وحتى صعوبة في النوم لأنه لما تدوم في الفترة الصباحية موعد نومك بيختلف لما تدوم الفترة المسائية فلذلك حاولت أني أبحث بالجوجل عن بعض المكملات الغذائية اللي هي بتساعد على النوم أو يعني بتعطيك مثلك إحساس بالاسترخاء قبل النوم فوصلت على هالثلاث مكملات غذائية كلها مكملات غذائية مع كل أسف لها أعراض جانبية والأعراض الجانبية هي اللي خلت يعني مفعول هالمكملات الغذائية يكون بلا فائدة يعني ده بلش لكم أول شيء بهذا المكمل الغذائي طبعا مكمل غذائي طبيعي من مواد طبيعية طبيعية عبارة عن قطرات هذه الوصفة هو عبارة عن قطرات أعرب عليكم مكتب طبعا يفضل متشربوه مع المي بلا قطرات طبعا بالعادة منضيف عشرين قطرات بحدود عشرين قطرات وطبعا هات تقريبا ما له طعمة طبعا تشربوه قبل النوم بنصف ساعة لكن مع كل أسف هذا المنتج أعراضه عبارة عن دوخة وجع بالبطن زائد حرقة بالبطن وبرفع من ضربات القلب وبتحس جسمك عم ينبط من راسك لرجلك يعني الأعراض هاي يعني هي كافية أنه ما تخليك تنام فأنا شخصيا ما بنصحكم تستخدموه المكمل غذائي الثاني 5HP هو عبارة عن حبوب هاي مشا نشوف المكونات تبعته عبارة عن مرحة عن حبوب طبعا تاخدوا حباي واحدة منها باليوم هاي الحبوب إلها نفس الأعراض تماما يلي حصلت مع هذا الدواء أو هذا المكمل الغذائي نفس الأعراض تماما الأعراض الجانبية اللي بتسببها هي بالواقع بتنشطك أكتر ما تخليك تسترخي يعني ماذا يلي حصل معي خلينا أفتح لكم واحدين هاي نشوف كيف شكلها من جوه هاي نفتح من الداخل طبعا هذا هو المكون داخل الكابسولة طبعا الكابسولة يعني شبه شفافة وفيها مادة بيضاء في عنا هذا المنتج هذا المكمل الغذائي أم أنت شاهدت أم أنت شاهدت هذا كمان عبارة عن قطرات لكن استخدامها سهل هاي العبوة هذا المكمل الغذائي فيكم تتناولوه من القطارة مباشرة يعني عباء يعني عباء بتعبوا قليم القطارة وتتناولوه بالفم مباشرة أو إذا بدكم حطوه بالماء لكن بترسب أسفل الماء وما الطبيعية تتناولوه من ها الكمية هاي مرتين في الفم مباشرة وشبوا وراها ماء أو تحطوها مع الماء واحد اثنين طبعا المادة ثقيلة وما بتختلط مع الماء خلاصة تجربتي انه لقيت هذا المنتج هو أفضل شي من هالتنين هدول وانه عراض جانبية لكن اقل من هالعراض الجانبية مقارنة مع هالمنتجين هدولة وعلى كل حال لازم الواحد يستشير الدكتور قبل ما يتناولها مع انها هاي تعتبر مثل مكملات غذائية الواحد بيدر يروع الصادة لي واشتريها من الصيدرية بدون وصفة الطبيب انا عن نفسي وجدت هذا المنتج هو أفضل شي يعني هذا اللي كان بناسبني بتمنى يكون هذا الفيديو مفيد للكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته